السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث في التعليم المستمر يوم جديد ولقاء جديد مع مادة التربية الفنية سيكون أعزائي الطلاب وطالبات درسنا لهذا اليوم إن شاء الله بعنوان التوريق في الزخارف الإسلامية وهو الجزء الأول من هذا الدرس الذي سيكون بشكل نظري أما الجزء الثاني سيكون تطبيقا عمليا إن شاء الله طبعا هذا الدرس من مجالات الزخرفة هو يعتبر الموضوع الثاني في هذه الوحدة دائما كما تعودنا لكل درس من الدروس مجموعة من الأهداف هذه الأهداف هي التي يسعى المعلم إلى تحقيقها مع الطلاب وطالبات أو يسعى المعلم والمعلمة لتحقيقها مع الطلاب وطالبات ومن أجل تحقيق الفائدة القصوى لهذا الدرس وأيضا من أجل معرفة لماذا نأخذ هذا الدرس أو لماذا نتناول مثل هذه الدروس في مادة التربية الفنية فنتوقع من الطالب وطالبة مع نهاية هذا الدرس في البداية أن يذكر الطالب وكذلك تذكر الطالبة بعض الأعمال الفنية الزخرفية في الفن الإسلامي الفن الإسلامي يحتوي فيه الكثير من الزخارف المختلفة فيه الكثير من الأعمال الزخرفية سواء على الزجاج أو على الخشب أو على النحاس أو حتى على غيرها من الخامات والمواد الأخرى الهدف الثاني أن يعرف الطالب وكذلك تعرف الطالبة مفهوم التوريق في الزخارف الإسلامية يعني الزخارف الإسلامية تتميز بشيء اسمه التوريق سنتعرف على معنى التوريق وما هو وكيف الفنان المسلم يقوم بعمل هذا التوريق في الأعمال الفنية الخاصة به ثالثا أن عزائي الطلاب والطالبات أن يرسم الطالب وكذلك ترسم الطالبة تكوينا زخرفيا مبتكرا بأسلوب التوريق أو بطريقة التوريق في الزخارف طبعا أو تكون زخارف إسلامية الهدف الرابع أن يضيف الطالب وكذلك تضيف الطالبة تأثيرات اللونية على التكوين الزخرفي الذي هو أساسا كان بالتوريق ننتقل إلى مقدمة هذا الدرس أعزائي الطلاب والطالبات ففي مقدمة هذا الدرس نتعرف على أنه لقد أخذ التجريد في الفن الإسلامي أبعادا جمالية عميقة وأصبح مسارا واضحا انعكست من خلاله أفكارا وقيم أحتواها الإسلام وأكد عليها كما أصبح هذا الأسلوب سمة معبرة عن الشخصية الإسلامية ويعد التجريد في الفن الإسلامي نوعا من التعبير لا يسعى إلى التصوير المباشر للأشياء وإنما يتمثل في محاولة التعمق فيها أو فيما خلف الظواهر الشكلية مع أفكار جديدة إذن التجريد هو إزالة التفاصيل وهو ما تميز به الفنان المسلم في عمليات الزخرفة والتجميل والتزيين والتحسين التي كانت وظهرت في العصر الأموي بداية مع بناء القصور مع بناء المساجد والاهتمام بها وبالأسوار المحيطة بها ظهر فن الزخرفة ثم بعد ذلك استخدم الفنان مسلوب التجريد اللي هو الابتعاد عن محاكاة الطبيعة تجريد كل التفاصيل وإزالتها والاعتماد فقط على الشكل الخارجي وإلى التلميحات إلى شكل معين طبعا هذا فيما يتعلق بمفهوم التجريد ولكن درسنا اليوم عن التوريق وسننتقل الآن إلى الجزء الثاني من المقدمة فقد أكد الفن الإسلامي على التجريد وحول الطبيعة إلى مجردات واخترع بالرياضة الذهنية القوانين الهندسية التي تعد منطلقا لفهم التجريدات الهندسية الإسلامية التي تكتسي بها المنابر والمقاعد والمصاحف والحليات الخشبية في الأبواب وغيرها من الفنون أو المنتجات في الفنون الإسلامية يعني هنا الفن الإسلامي يرتبط أيضا بحسابات هندسية دقيقة يعني عملية تجريد العناصر الزخرفية سواء كانت نباتية أو غيرها وإزالة التفيصيل منها واستخدامها بشكل تجميلي وتحسيني مثلا على الأسوار أو على الأبواب والنوافذ أو غيرها من الأسطح المختلفة أيضا مرتبط بالدقة وبحسابات هندسية دقيقة جدا فالشكل لابد أن يكون له الشكل الزخرفي له بداية طبعا وله نهاية وحينما يصل مثلا إلى الزاوية معينة ويبدأ هذا الإطار يعني مثلا ينثني أو ينحني هنا يتغير شكل التجريد وأيضا يتغير ولكن بشكل جمالي يتناسب مع هذا التغير يتناسب مع هذا الإنعطاف أو مع هذه الزاوية هذا طبعا فيما يتعلق بالفن الإسلامي بالنسبة للتجريد لكن المهمة الآن اللي هو تعريف التوريق أو مفهوم التوريق التوريق هو زخارف مشكلة من أوراق النباتات هي أصلا الكلمة أصلا من ورقة توريق اللي هو الشيء نحوله إلى ورق يعتمد التوريق الزخرفي على شكل الأوراق النباتية بالإضافة إلى البراعم والأوراق المتفرعة والمتصلة أوراق النباتات أعزائي الطلاب والطالبات لها أشكال مختلفة ومتعددة ومتنوعة هناك الأوراق الإبارية مثل ما يوجد في سعف النخيل هناك الأوراق تأتي الحواف المنشارية هناك الأوراق تأتي الحواف النعمة مثل ورقة الخس وورقة الجرجير هناك أيضا أوراق تأتي طويلة مثل بعض الأعشاب هناك أوراق تأتي مثل أوراق سنابل القمح كل نوع من الأوراق له السمات وخصائص وصفات تميزها عن غيره من الأوراق حينما يريد الفنان رسمها كما هي من الطبيعة كذلك لو تذكرنا ونعرف شكل ورقة العنب مثلا لها شكل متميز كأنها مجموعة ثلاث أو أربع ورقات متداخلة في بعضها البعض ولكن هي في الحقيقة ورقة واحدة أيضا حواف ورقة العنب حواف مشرشرة تسمى حوافا من شارية كذلك الأوراق كلها التي ذكرتها لكم بأنواعها ومسمياتها المختلفة يوجد أيضا طلاب وطالبات في داخلها مزيدا من التفاصيل مزيدا من التعرقات التي تنقل الماء والغذاء وثاني أكسيد الكربون لهذه النبتة لأن النباتات تتغذى على ثاني أكسيد الكربون وتحول إلى أكسجين بعكس الإنسان الذي يتغذى على أو يتنفس الأكسجين ثم يخرج منه على شكل ثاني أكسيد الكربون فهنا هذه التعرقات لها وظيفة داخل هذا النبات حينما يقوم الفنان برسم الزخارف النباتية الفنان المسلم تحديدا فإنه يزيل كل التفاصيل يستخدم أسلوب التجريد الذي تحدثنا عنه قبل قليل في المقدمة استخدام التجريد اللي هو إزالة مثلا حواف المنشارية أيضا إزالة التفاصيل اللي في داخل شكل الورقة أيضا يستخدم أسلوب اللوي يعني يلوي الورقة بطريقة معينة تصبح فيها ليونة ومرونة يصبح فيها شكل جمالي ثم بعد ذلك يضعها مثلا بين سطرين ويستخدمها كإطار زخرفي تجميلي لأحد الجدران أو حتى على إحدى النوافذ سواء على نفس النافذة أو في الجزء المحيط بالنافذة هنا يستخدم أسلوب التوريق اللي هو الاستفادة من أشكال أوراق النباتات بعد أن يجردها إذن يستفيد من أوراق النباتات وأشكالها المختلفة بعد أن يجردها يوظفها توظيفا فنيا جماليا في شكل وحدات زخرفية متكررة في الإطارات والأفاريز أو في البراويز المختلفة عندنا نشاط أعزائي الطلاب والطالبات اللي هو نشاط رقم واحد طبع هذا من الأنشطة الجميلة التي تساعد الطالب وكذلك الطالبة في معرفة مفهوم التوريق ففي الفقرة ألف لاحظ الصور الآتي وتحدث عن أهمية التجريد في الفن الإسلامي يعني الآن لو نلاحظ مثلا الشكل اللي موجود عندنا شكل 47 شكل 47 عزيزي الطلاب والطالبات لو تأملناه سنجد فيه أجزاء ذات لون أخضر يعني في الشكل 47 عندنا أجزاء ذات لون أخضر هذه الأجزاء ذات اللون الأخضر اللي موجودة في هذا الشكل هي أصلا أوراق نباتات محورة ومجردة يعني جردت منها التفاصيل مثل ما نشاهد سأحددها لكم بالقلم الأحمر حتى تكون أكثر وضوحا عندي هنا هذه بهذا الشكل هنا هذه ورقة نبات أصلا قد تكون ورقة عنب ليه لأن ورقة العنب عزيزي الطلاب والطالبات مثل ما ذكرت لكم يعني كأنها مجموعة أوراق مشبوكة مع بعضها البعض هذه هنا حددتها لكم باللون الأحمر كأنها ثلاث ورقات مشبوكة مع بعضها البعض سأعرف أن ورقة العنب تأتي بهذه الطريقة تأتي ورقة العنب مثلا بهذا الشكل سأرسم هذا الخط حتى يساعدني في تقسيم شكل ورقة العنب بشكل عام تأتي بهذه الطريقة لو تأملنا ورقة العنب ستبدو معي بهذا الشكل طيب اللي أنا أقوله راح أعيدها مرة ثانية أحسن بهذا الشكل تأتي ورقة العنب بدون ما أدخل في التفاصيل اللي موجودة مثلا التعرقات اللي داخل ورقة العنب هذه تأتي معي بهذا الشكل ورقة العنب هنا الفنان استفاد من الشكل العام لورقة العنب اللي هو يعني كأنه ثلاث قطع القطعة هذه اللي في الوسط والقطعة اللي في الأعلى وفي الأسفل جردها وحورها طبعا كيف ونقلها أيضا في هذا الشكل اللي هو شكل 47 هذا طبعا من ناحية اللي هو عملية تجريد اللي هي عملية تجريد ورقة النبات ثم بعد ذلك نسميه التوريق في هذه الرسمة هنا استخدم اللون الأخضر طيب في أوراق أخرى أو في أسلوب توريق آخر نعم هناك توريق آخر على نفس اللوحة لو تأملناها سنجد أنه في ألوان باللون الأحمر الغامق أو اللون البني المحروق هناك شكل ورقة أخرى في الداخل محددة باللون الأصفر وهناك مجموعة أشكال أخرى لنفس الأوراق ولكن مكررة في الخلف وأيضا مكررة في العمق في داخل نفس اللوحة فهنا استخدم الفنان التوريق في عملية رسم هذه الوحدة الزخرفية كذلك هي ملونة بألوان زاهية وجميلة ألوان صريحة ومباشرة الأصفر والأحمر والأحمر الغامق أو البني المحروق أو البني اللي يسمون العودي أيضا هناك اللون الأخضر اللي هو الأخضر الصريح كما نشاهد فيه الشكل 47 نشوف الشكل الثاني اللي هو شكل 48 وعندنا أيضا شكل 49 ينطبق عليها نفس الكلام لو تأملنا الشكل اللي أسفل الشكل 48 سأحدد باللون الأحمر عليه هذا الجزء اللي في الأسفل أو باللون الأخضر هذا الجزء اللي في الأسفل هنا هو عبارة أصلا عن ورقتين نبات تنطلق واحدة إلى اليمين والثاني إلى اليسار هنا استفدنا من درس سابق في سنوات الماضة اللي هو عملية المحاور الرأسية والمحاور الأفقية فهذا محور رأسي هنا في هذه اللوحة يقسم اللوحة إلى نصفين متساويين يمين ويسار سأضع عليه خط بلون أحمر هنا المحور الرأسي بهذا الشكل يقسم اللوحة إلى نصفين يمين ويسار لون لاحظ الآن الخط الأحمر اللي يقسم اللوحة إلى نصفين يمين ويسار الشكل الورقة اللي موجود على اليمين بالنسبة للخط الأحمر أو بالنسبة للمحور هذا اللي باللون الأحمر هو نفس الشكل اللي إلى اليسار كذلك حتى لو اخترنا الأوراق ذات اللون الأزرق هنا وذات اللون البنفسجي الأوراق اللي باللون الأحمر أو الدرجات الأخرى من الألوان المختلفة هذه كلها أسلوب التوريق وكلها أوراق مجردة من تفاصيلها الحقيقية التي كانت موجودة عليها في الطبيعة فهنا درسنا عزيزي الطلاب وطالبات بدايته كانت نتحدث عن مفهوم التجريد اللي هو إزالة التفاصيل والاستفادة من الشكل العام وتوظيفه بشكل زخرفي هنا أزال الفنان كل تفاصيل الأوراق لكن استفاد من الشكل العام للورقة الأسلوب اللي خاص بهذه اللوحة ككل اسمه التوريق هنا تعتبر هذه كأنها وحدة زخرفية نستطيع نسخها ولسقها عدة مرات سواء برامج الكمبيوتر أو بأي طريقة أخرى هنا ككل هذه نسميها وحدة زخرفية تحتوي أوراق أو مكونة أو مرسومة أحسنتم بأسلوب التوريق هذا فيما يتعلق بهذه الوحدة الزخرفية طيب ننتقل إلى اللوحة المجاورة اللي هي رقم 49 لو تأملنا هذه اللوحة إزاي الطلاب والطالبات سنجد أنها تحتوي على بعض البراعم يعني قبل قليل كان يتحدث عن أوراق النباتات والبراعم والسيقان وكذا هنا أيضا يتحدث عن شكل البراعم في الدائرة اللي في وسط هذه شبيهة بالوردة دائرة ذات لون أصفر وأيضا يحيط بهذه الوردة بشكل مائل بعض الأوراق المحورة ذات اللون الأحمر هنا اللاحظة أن الفنان يبتعد عن محاكات الطبيعة يعني لا يوجد أوراق باللون الأخضر وإنما لو شاهدنا الشكل هذا في أوراق باللون الأحمر هناك لون أخضر درجة من الأخضر أيضا اللوحة اللي قبلها 48 فيها ألوان أخرى ذهبي وأزرق وبنفسجي هذه ألوان ليست من الألوان الطبيعية وإنما يستخدم فيها أسلوب الفنان التجريد من أجل البعد عن كل ما يتعلق بالطبيعة في النشاط الذي يليه عزيزي الطلاب والطالبات يعني نفس الكلام ينطبق على نفس اللوحات نفس اللي شرحت لكم في اللوحتين السابقتين أترككم الآن تحللون هذه اللوحات الثلاث وترفعون طبعا تحليلاتكم وتقسيماتكم لها إلى المعلم أو إلى المعلمة ننتقل إلى التالي وهو نشاط رقم 2 ظهر في الزخارف الإسلامية فكر الحضارة الإسلامية من خلال بعدها عن مضاهات خلق الله سبحانه وتعالى وذلك بتجريد العناصر الطبيعية من النباتات والأزهار وصياغتها بشكل جديد يتصف في الوحدات الزخرفية لو تأبلنا مجموعة الأشكال الموجودة سنجد أنها وحدات زخرفية مجردة عن الشكل الطبيعي للنباتات وأيضا يمكننا إضافة بعض التأثيرات والملامس بالأقلام الملونة على هذه الوحدات من أجل إعطائها ملمسا جماليا طبعا هنا نقترح عليكم أنكم تطبعون هذه الأشكال وتستمتعون بتلوينها ويستحسن استخدام الألوان التي تسمى الألوان المائية بالفرشة أو أقلام الفلوماستر لأنها ستبدو بشكل زاهي وستكون أقرب ما يكون لمحاكاة الزخارف الإسلامية في ألوانها الصريحة عندنا عزائي الطلاب والطالبات هنا في النشاط الثالث اللي هو التجريد ذكرناه بشكل مفصل في المقدمة الابتعاد عن النقل من الطبيعة في أشكال عندنا هنا اللي هي 65 و 56 و 57 و 58 يمكنكم الاستفادة منها ونقلها على الكراسة وتكرارها عدة مرات أيضا تحديد الشكل الخارجي فقط وتلوينها هذا عزائي الطلاب وطالبات كل ما يتعلق بدرس اليوم وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في الموضوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته